لما قال الله عز وجل المؤمنين وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون يعني يتوبوا إلى الله جميعاً يعني أنت يا بتوع الخليج توبوا وأنت يا بتوع المغرب ما تتوبوش أنت يا أهل العراق توبوا ويا مسلمين بتوع كينيا ما تتوبو لا لا وتوبوا إلى الله جميعاً يعني إحنا من الواجب أن نبدأ بأسر المسلمة واجعلوا بيوتكم قبلها لما نجعل بيوتنا قبلها وأولادنا طالعين صالحين وأبناننا طالعين صالحات هيفرز الحاكم من هذه البيئات أما إذا استشرى في مدرسة في امتحانات معين مثلا في دولة عربية مسلمة مثلا الغش الولد لو دخل الهندسة أو الطب أو الاقتصاد أو إعلام مش هطلع إعلامي ينصب على الناس مش هطلع طبيبي ينصب على الناس هطلع محامي يغش المتقاضين ليه؟ لأنه بدأ حياته بغش فإذا منعناه من صغرين مش زمان كانوا هيقيموا حد على ولد لما سرق معيرا شاب يعني فقال اقطعوا لسان أمي ليه؟ لأن عندما سرقتوا بيضطا من تحت دجاج الجيران أمي أطلقت زغرودة فرحانة فرحت أن ابنها بحرامي فهذه أكبر اللصه عندها طيب يمكن تكلمنا عن الحاكم تكلمنا عن الأسرة لكن دور الفرد تجاه المجتمع كراي ما هو سريعا؟ شوف نحن تعودنا سلبية غير طبيعية وقلت لك من قبل لماذا بيت المسلم نظيف وشارعه غيره نظيف؟ أنا أريد أن يستشعر المسلم أن المجتمع جزء منه هو جزء من المجتمع وأن الشارع ملك الله وملكه للإخوانه وليس الملك للحكومة ولا الحاكم ده ملك للجميع سبحان الله ونحن كلنا مسؤولين عن نظار ليه هو لما قال الإيمان بضع وستون أو بضع وستون شعوبة علىها قول الله إله إلا الله وأنها إمطة الأذى عن الطريق إمطة الأذى عن الطريق لما يكون الحاكم صالح أو مش صالح أنت عمل كده إصدعم عليك إصدعم عليك بما يأمره بك الشرع يجب أن يكون بين الناس كالشامة يعني خليك كده سبحانه أقول لك مشاعر بينقلها بعض الناس يقول لك أنا بقيت فاقد الانتماء لأننا مش حاسس أن البلد دي أصبحت بلدي منهوبة مسروقة هذه سلبية لا تشكو القليل فالحرمان أقل بمعنى أنا يقال قصة رمزية أمير من الأمراء أو حاكم من الحكام عنده بنت عندها مرض أقرأ الأطباء أن علاجها أن تستحم وتغتسل بزيت زيتون وفي بلدة ليس فيها زيت زيتون فالأمير هذا أشع بين الأهل المملكة وإماراته أن اللي عنده أي جرعة من زيت زيتون حط برميل أمام القصر وكل واحد فاللي عنده فنجال اللي عنده ملعقة لا أي شيء فكل واحد يقول إيه أنا الكم ميلي جرام دول هما اللي هيحموا الأميرة أو يحمموا الأميرة لا 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 فيتكاسل هذا صباح الصبح ولا قطرة زيت زيتون لأن المجتمع السلبي لا يقيم لحضارة ولا مدنية ولا تقدم لما كل واحد يبقى سلبي ده مش أنا حاسس بي اللصوص كثيرين لا لا ننشر الفساد بين الناس ولا ننشر الكلم عن الفساد بين الناس خلي الفساد ياخف عندك أنت نعم خليك أنت الصالح طب طب أنت مثلا مثلا أحيانا بعض من البناتنا يقول إيه أنا ألبس لقاب وحجاب زي فرانا ده بتغتاب الناس وبتعمل ألبس أنت الحجاب وتغتبيش أنت صلي ولا تسرق أنت استقيم على طريق الله ولا ترتش إذا كنت خلي بصمة قوية ترجمة نانسي قنقر